بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء أما بعد فيا سيدة احنا في الحقيقة الظروف اللي احنا فيها ظروف محتاجين نفكر فيها في ايه الحاجات اللي ممكن تزيد وتنتشر من الحاجات اللي ممكن تزيد وتنتشر في حياتنا واحنا ما ندراش بيها وتتسرسب في حياتنا بزل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها حاجات كده في الحياة الانسانية حاجة اسمها ان الانسان يسري فيه سم الأخلاق فيه أخلاق مسمومة تخيلوا فيه أخلاق كده مسمومة انا ما نسمعاش أخلاق لكن معتاد الناس اللي نتسميها أخلاق مسمومة ايه الأخلاق المسمومة دي؟ من اهم الأخلاق المسمومة اللي بتبوز كل حياة الانسان بتبوز كل أخلاقه وفيه حاجات كده خلينا ما نقبلش البناء دم عارف زيك كده؟ زي الكذب كده مثلا يبوص حتى الإنسان في خلق تاني مش بس الستاتة اللي بتكرهه لأ كل الناس بيكرهه ايه الخلق ده او ايه الجليس ده الرزيل بأمانة يعني هو خلق رزيل او سلوك رزيل ايه السلوك ده البخل البخل رزل وحاجة بتخلي الإنسان يحس ان اللي هو بيتعامل معه ده عب وعشان كده البخل ده احتمال كبير في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي ان البخل يتسرب الى قلوب ناس كتيرة ويعتبروه شيء طبيعي ويبقى شيء مبرر لدى الناس اقول لكم حاجة انا ابتديت اشوف ده وارصده وارصد ايه واعرف سببه جاي منين سببه جاي من ان الشخص اللي بيبخل ده عايز يعمل ايه عايز يقمن نفسه واحنا لازم نفرق ما بين حاجتين نفرق ما بين ان احنا نتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة وان النبخل لان في ناس من غير ما تحس هتصبح بخيلة جدا 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 علشان مش عارفة تميز ما بين الاقتصاد في الاستهلاك وما بين البخل اللي ممكن يتسبب في تعاسة كل الاسر ولذلك حشان بس ما يبقاش عندنا هذا المبرر ربنا عبر لنا عن بعض احوال البخلاء اللي منع حالة بيفكر فيها البخيل انه وكده بيحمي اسرته بيحمي بيته لكنه في الحقيقة ده ضمار وهلاك وشر فربنا بيقول سبحانه وتعالى ولا يحسب ان الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ايه وقت تفتكر ان انت بخلك ده عايتحول الى ايه الى الحفاظ على الخير والبركة اللي عندك ابدا وكاين ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نفهم وبيحذرنا وبيبيننا ان الخير مش في البخل انما الخير في الاتزان وسبحانه وتعالى يؤكد لنا ده في ايات اخرى منها قوله تعالى وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يبقى الخير والفلاح فين في ان احنا نتقي شح انفسه مش ان احنا نستجيب لشح النفس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيز دائما من البخل وكان في دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسر والجبن والبخل وضير عدين وغلبة الرجال بس انا عايز اقول لكم حاجة تعالوا نمشي بخط كده في دعاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولي حضرة النبي في دعاءه اللهم اني اعوذ بك من الايه من الهم والحزن وكاين حضرة النبي وضع لنا سبيل كده تسكين البخل في وسط استعازات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيبيل لنا ان ايه ان البخل ده مجلبة للتعاسة ومجلبة للهم ومجلبة للغم ويخرب البيوت وان البخل ده ممكن يجعل الانسان فيه اظلم اوقات حياته ويهلك الناس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يولنا عشان ينبهنا يوقزنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ارسله ماذا داعيا لنا الله باذنه واستراجا منيه وقبله ان ربنا سبحانه وتعالى رسله مبشرا ونذيرا هنا فيه نزارة حضرة النبي بينذرنا فبيقول لنا ايه بيحذرنا من ان احنا نمشي يا رب اخر واتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم إيه حملهم على إيه حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم على فكرة استحلاء سفك الدماء مش لازم يكون سفك الدماء بأن واحد يتبح واحد لكن ممكن واحد يجلط واحد واحد يسمي بدن واحد واحد يخلي الواحد أهوان عليه الموت من كتري من كتري مما هو بيضغط عليه بسبب البخل سواء بقى والبخل بعد عنك البخل لما بيجي ما بيضربش في ملف الملبس بيدخل على العواطف وعلى المشاعر وعلى الأفكار فالإنسان البخيل ده أزمة سقيل وإحنا عارفين قد إيه المعاناة اللي ممكن يتعرض لها ناس بيعيشوا مع حد بخيل سواء بخل مال والأشد منه طبعا زي ما إحنا عارفين بخل بخل العواطف والمشاعر وفيه أوهام كتيرة بيتسبب فيها البخل بخل العواطف في الزات منها مثلا إن الزوجة أو الزوجة يقولوا تعالوا نشوف فيها إيه مبررات البخلاء أول حاجة أنا طبعا كده اتربيت على كده ونشأت على كده وده وح لإن كل اللي جه بالتعود يروح بالتمرين والتدريب مفيش حاجة يسمعها أوع أوع حد يجي يقولك إن نقل الطبع أشد من نقل الجبال أبدا بالمناسبة حتى الجبال الجبال دلوقتي بيتحطوا فيها طرق فما تجيش تقول لي لا ممكن ننحت في طبعك ده طريق للخير وطريق لله ففكرة إن هو ده طبعي لا ده مش حقيقي ده ممكن ده يتغير المبرر التاني بقى اللي بيبرر به البخيل بخله وخاصة بخله العاطفي أنا خجول وما بعرفش أعبر وده كمان على فكرة واهم ليه كلنا كنا ما بنعرفش نعبر وتعلمنا إزاي نعبر عن احتياجاتنا وإزاي نعبر عن حبنا فلا أنت تعرف تتعلم يعني كلنا تعلمنا التعبير المبرر التالت الحياة عايزة واحد ناشف يعني واحد آسي لإني يعني إيه يعني يفضل على طول شخص بيستخدم نوع من أنواع الحدة والشدة مع الناس فيبقى بخير إيه اللي حاصل؟ طب ما أنت في الأخي خالص هتتكسر حياتك والكلام ده كلام مش حقيقي في ناس كتير عايشة في أمان وفي سلام وفي محبة وفي مد وفي رحمة ولو كان كلامك ده صحيح هتعمل إيه مع الناس الطيبين إن الناس بيحبوهم وهم بيتكلموا عن ناس بكلام حلو ويمدحوهم ويوصفوهم بأحلى الأوصاف ده كلام مبرر رابع أو مبرر بقى اللي بعد كده يجي يقول إيه بقى ده كلام الناس الفاضية الناس الأناسف يعني هو بيقول كده ده كلام الناس الميصة إيه بقى إن أنا أفضل أقول كلام حلو وأفضل معرفش إيه وفي الغالب اللي هو بيقوله ده وهم عشان هو مش عايز يعمل إيه مش عايز يبقى ضعيف زي بقى الناس يعني الكلام ده مش صحيح الوهم اللي بعد كده يعني هي أكيد عارفة أو هو أكيد عارف اللي في قلبي ومش محتاج لكلام العاطف دي بتتحس لايه وبيعبر عنها كمان مين قال كده إحنا محتاجين الكلام ومحتاجين التعبير عن الحب ومحتاجين إن واحد يبقى يبقى كريم في مشاعره ومن جزء من الكرم في المشاعر إن أنت تعبر عن ده ومبرر بعد كده إنه خايف إن الناس تستغلوا حبه وتفسروا على إنه ضعف وعشان كده الناس كلها شايفك ضعيف بس بيعبروا عن ده بإنك بخيل على فكرة على فكرة وده كمان وهم الناس لما بيعبر عن حبهم بيقاش دعفة بالعكس الناس بتحبهم وتحسسهم إنهم تدعمهم لما يحصل لهم أي مشكلة إيه المبرر اللي بعد كده الراجل ما ينفعش أو الست المستقلة ما ينفعش تعبر عن مشاعره عشان ده الراجل ده شغل الستات أو شغل الستات الميصة بس والله الرجالة عملوها وسعده وفرحه وتهنوا لما عبروا عن مشاعره والستات فرحه وده واتمطعانش في إنها ستة مستقلة بالعكس اللي انت بتعمليه إن انت بتسميه ده استقلال ده ولا أزو بالله مش استقلال ده نوع من أنواع الجفاف والجفاء والبخل على فكرة الناس ما تستحق وأحد المبررات بقى الشهيرة الناس ما تستحقش المشاعر الراقية اللي عندي المشاعر الراقية دي اللي انت بتديها للناس على فكرة انت مش بتديها للناس للناس مستحقاها عشان قولهم محتاجين للتعبير ده إيه اللي حاصل وانت على فكرة لما بتبخل بتبخل أول ما تبخل بتبخل على نفسك الكلام الحل البتقول للناس ده مش عشان هم مستحقين بس لكن عشان كماني لا قلبك وطيب قلبك ويفضل البخيل كده لغاية ما توصل يوصل البخل للنتائج كاريسية بسبب جفافه العاطفي والمشكلة إن البخيل عاطفين بيشوف إن النتائج دي أفورة لحيط منفوق في بعض الأحيين على إن للأسف الناس نفضوا من حواليه ومش بس نفضوا من حواليه ده كمان بحثوا عن حد تاني يحصلوا بيه عن الكرم العاطفي إحنا لازم نقول في حاجة اسمها بخل عاطفي وحاجة اسمها كرم عاطفي فيبحثوا عن شخص كريم عاطفيا مش بخيل طب نعمل يا عشان نعالج البخل العاطفي لازم كل واحد فينا يتعرف على لغة اللغة اللي بيحب شرك حياته أو بيحب اللي حواليه إن هو يعبرنوا بيه عن الحب فيه بالناس بتحب التعبير عن الحب بالكلام وناس داني بتحب التعبير عن الحب بالأفعال والجدعانة وناس بتحب التعبير عن الحب بالهدايا وناس بتحب التعبير عن الحب بالوقت اللي انت بتخصصه ليه وناس بتحب التعبير عن الحب كمان بالتقارب فحنا لازم نعرف إيه اللي بيحبه الشخص اللي أنا عايز أعبره عن كرم مشاعري عبره له أو عبره بإيه إنه ممكن المشاعر تكون تجاهه جميل أو رائع بس أنا مش عارف أعبر عنها الحياة التانية بقى اللي مهمة جدا جدا اللي فينا عنده بخل في المشاعر بسبب إيه إنهم بيعرفش يعبر أفضل طريقة إنه هو يروح يتدرب ويتأهل على ده فيحصل على دورات في التواصل الفعال والتعبير المرح عن الذات ساعتها هيبقى سهل عليه إنه هو يعبر عن نفسه ويعبر عن مشاعره وفي أمان أنا شايف إن مثلا لو واحد متزوج أو أب الأولاد أو أم لبنات أنا شايف إنه هو كل يوم يكتب رسالة حب يوميا لأهل بيته والأولاده والبناتها لإنه دوتا ينشط عندهم ماذا غدت التعبير فيكتبوا رسائل حب يبعتوها الأهل إيه للي بيشاركوهم حياتهم الوحدة دي للأولاد للبنات للزوجة للزوج كل دوتا يخليهم يكسروا حاجز الخوف من البخل العاطفي ومن عدم القدرة على التعبير الحاجة الرابعة نروح نستشير خبير للتأكد إن البخل ده ليس وليد ترومة حصلت لي ولا أزمة نفسية حصلت لي في حياتي وأنا لما أعرف ده هتخلص من المسألة دي بيسر وبسهولة يا سادة البخل ممكن نتخلص منه وخاصة البخل العاطفي لو مشينا على الخطوات اللي احنا قلناها كل واحد فينا حاول بقدر الإمكان ببساطة خالص إنه يعبر وإنه ببساطة خالص يكتب رسائل وببساطة خالص إنه يعرف لغة شريك حياته أو لغة من يعيش معه للتعبير عن الحب ويستشير خبير لو هو تأكد إنه مش قادر إنه يعمل ده يتأكد إنها فيش أزمة لإنه في بعض الناس بيبقى البخل اللي عندهم ده وات وليد أزمة ووليد ترومة فبيحتاجوا للتدخل من خبير واستشاري يساعدهم في الدعم النفسي عشان يخرجوا من البخل ده يا رب انت كريم ولما سميت نفسك بالكريم عرفنا أنك تكره البخل والبخلاء فاللهم يا ربنا اسرف عنا كل شائبة بخل واجعلنا نفتح أبواب إحسانك إلينا بأن نكون من أهل الإحسان ومن أهل الكرم اللهم يا كريم اجعل قلوبنا على أكرم قلب عبد تحبه يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل الكرم في المشاعر وفي المال واجعلنا من أهل الرضا والأمان يا رب العالمين